نحن الآن قمت باستخدام البلندر والتعامل 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 نوع 70 وفي هذه المتعامل نحن نرى كيف يمكننا إستخدام ديناميك لتعامل على نظر مصدر في البلندر لذلك سأقوم بإضافة كل هذه الأشياء وإضافة البلندر دعونا نقوم بسكال 8 مرة و بعد ذلك سأقوم بإضافة المساعدة لذلك سأقوم بإضافة المساعدة من 6 مباشرة ويجعلها سميلة وإستخدام ثم سأقوم بإضافة سفيرة UV ونحن نتحرك هذه السفيرة إلى هنا لذلك سأذهب إلى هذه المتعامل و سأقوم بإضافة ديناميك لتكون كنفاس و هذا سيكون بإضافة نظر و بإضافة ديناميك بإضافة ديناميك سأقوم بإضافة الانتعامل و في هذه المتعامل سأقوم بإضافة نظر هنا 200 و سأقوم بإضافة إلى هنا و سأقوم بإضافة و سأقوم بإضافة ثم بعد ذلك و نحن نتحرك هذه المتعامل و يجب علينا أن نكون لدينا مرحة هنا و سأقوم بإضافة أقوم بإضافة أقوم بإضافة أقوم بإضافة أقوم بإضافة أقوم بإضافة و يجب علينا أن نتحرك المتعامل و إضافة نود أحد مثل هذا و لقد نتحرك المتعامل هنا لإستخدام هذه المتعامل سأستخدام المتعامل أيضا و كما يمكن أن ترى دعونا نرى ما يوجد لذلك سأستخدام المتعامل في المتعامل لذلك سأقوم بإضافة لأنها هنا و هذا مستعامل يجعل أقوم بإضافة هنا و أقوم بإضافة هنا و بعد ذلك يجب أن نقوم بإضافة أقوم بإضافة و أقوم بإضافة كترل كترل و كترل و استخدامها لأنها أقوم بإضافة كترل سأكون مثل هذا مستعامل 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 من مباشرة و هذا سيكون مثل هذا أريد أن يكون مستعامل و لنجعلها مستعامل لترى ما يوجد مستعامل كما يمكن أن ترى إنها مستعامل في هذا وهذا هو مستعامل وهذا مستعامل وهذا مستعامل وهذا هو مستعامل وهذا مستعامل سيكون مستعامل أرى مستعامل مستعامل